موسيقى مؤكدة أنها هي من تحتكر الكمامات وتقوم برفع أسعارها وإلى يومية المساء لعنونات كورونا يزلزل بورصة البيضاء ويكبد شركات خسائر كبيرة في غمرهزات اقتصادية تشهدها مختلف بلد العالم نتيجة حالة الزعر الذي سببها انتجار فيروس كورونا ضرب زلزال قوي بورصة الضالبيضاء في تداولات يوم جمعة وصف بالأسود فقد تكبدت تعاملات أقوى الشركات خسائر كبيرة بعدما هوا مؤشر البورصة إلى ناقص 3.05% وإلى يومية أخبار اليوم أبطال إفريقيا زنيتي والتقنوتي وأهلان الرجاء والوداد لمربع الكبار عاشت جماهي الرجاء والوداد على أعصابها أول أمس السبت قبل أن يحسم الفريق البضويان تأهلها إلى نصف دوري أبطال إفريقيا على حساب مازينبي الكونغولي والنجم الساحلي تواليا في إياب دور الربع وكان لحارسي الفريقين دور كبير في التأهل إلى المربع الدهبي بعدما أنقذ أنس زنيتي الرجاء في وقت حساس بعد تصديه لضربة جزاء أجهضت ريمونتادا مازينبي في مكان التدخل التقنوتي في مباراة رادس حاسمة ووقف سدا منيعنا أمام محاولات النجم الساحلي الخطيرة وغن ختمه بيومية صباح الجنس وراء تقطيع فتاة سلا أوقفت عناصر الفرق الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بتعنى تابريكس بيسلا مساء الجمعة الماضي مشتبها فيه في جانمة قتل الفتاة وتقطيع جزتتها ورميها في كيس بلاستيكي بجانب الصور التاريخي لأقواص القنيطيرة ليتضح أن الجنس وراء الجانمة البشعة بعدما أقر الموقوف أن صديقه جلب الضحية من الرباط لإحياء صهر ماجنة معهما تفاصيل أوفر كتابعوها في ذات اليومية جولتنا الصحفية انتهت شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء